راح أتكلم عن كيف تروم النعجة النافر ولا العنز النافر وبأسهل الطرق إن شاء الله وراح أختصر الموضوع لكم كل الله طريقة أول شي تجيب النعجة إذا كانت العنزة ونعجة ميت ولدها أو نافرته أول طريقة تفرها تفرها دائري تفرها 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 لين تدوخها مرة دوخها مرة ثم تأخذ الطريقة وتمسح على ذنبتها سواء ولدها أو مولدها اللي توها والد تمسح على ذنبتها ثم تحلب عليه على رأسه وعلى ظهره من حليبها وترش عليه ملح هذا عقب ما مسحتها على ذنبتها وتحط الطريق عند رأسها وتحاول قدر الإمكان أنها تأكل من الملح هي الحين دائخة من كثر ما فريتها تدوخ إلي أكلت من الملح اللي على ظهر الطري دي مشيئة الله أنها راح تروه مشيئة الله بعد ما فريتها وحطيت الطري على ذنبتها وحلبت عليه حليب ورشيت عليه ملح وكلت من الملح اللي على الطري ما عليك اللي أنك تحطها في شبك وتربط في يدها بعد فرسنها تربطها في حبل ما يكون طويل عشان ما تقعد تحوس في الشبك عشان أطلي من قريب يصيري الكشها ويرضع ويفضل يكون أطلي جائع يكون أطلي جوعان عشان يرضع في النعجة هذه وحدة وثاني شيء كرمك والله إذا عندك تلاب أو تلب تجيب قريب من الشبك فالحالة دي تخاف وبنفس الوقت هي دايخة وتروم بمشيئة الله هذه بالنسبة لي توها والد أما النعجة اللي رايم تنولدها مبطي حضرها ولد لعشر أيام عشرين يوم ومات يفضل أنك تصبر عليها خمس أيام وبعدين تروم عليها عشان تنسى ريحت ولدها الأول وهذه الطريقة والنعجة اللي والدت لها عشر أيام خمسة عشر يوم ورايم تنولدها ومات ولدها يفضل أنك تخليها من خمس أيام لسبوع ما تروم عليها لن تنسى ريحت ولدها الأول وعرف بمشيئة الله من حطيتها في الشبك وربطت فرسنها وقامت تاكل من الملح وخافت أعزكم الله من التلاب وقامت تخبط بيدها خافت عرف أنها رامت بمشيئة الله وهذه الطريقة اللي أعرف هنا واختصرتها لكم عفوا في الشي هذا وفي طرق ثانية لكن هذه هي الطريقة المتعارف عليها وبمشيئة الله هنا راح تروم وإن شاء الله أن يكون شرحنا واضح وكافي والكل يستفيد اللي يعرف واللي ما يعرف لكن هذه الطريقة اللي أنا أعرفها ومنكم أعرف مني في الشي هذا واسأل الله التوفيق لنا ولكم ولا ينقصنا إلا دعاكم شكرا لكم